السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة نقف اليوم مع تفسير سورة الضحى والتي يقول فيها المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخيرة خير لك من الولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه السورة المباركة هي من اعظم سبل طمأنينة القلب لمن يقرأها إنها من أعظم السور في القرآن الكريم تعلمك كيف تكون إيجابيا وكيف تتق برحمة الله وكرمه ونعيمه وسبب نزولها أن الوحي الإلهي قد أبطأ أو انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة طويلة قيل حوالي أربعين يوما على الأشهر فظل النبي الكريم ينتظر نزول الوحي وكان من قبل كل يومين ثلاثة أيام ينزل الوحي الإلهي هذه المرة انقطع وأبطأ كثيرا هذا ما جعل كفار قريش يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون محمد قلاه ربه أي تركه وهجره ومن بينهم كانت أم جميل زوجة أبي لهب وكانت مشركة مع زوجها كانوا يسهران من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان يا محمد ما نرى شيطانك إلا قد تركك وقالاك لأن كفار قريش كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الجن ويقولون بأنه كاه يسخر العفاريت والأرواح والنبي الكريم يقول إنما أتعامل مع ملائكة الرحمن وأتعامل مع رب العالمين لكنهم يسهرون منه هذا الأمر شق على النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بضيق في الصدر كثيرا في ليلة من الليالي بينما كان النبي الكريم في شواهق الجبال يتألم ويتحصر وقلبه منقبض إذ فاجأه الوحي الإلهي من جديد فنزل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى حينما نزلت سيدنا النبي فرح فرحا عظيما وكبر بأعلى صوته فرحا وسرورا كان يقول الله أكبر الله أكبر عقب تنزيل هذه الصورة ومن ثم ذكر بعض المفسرين أنه يسن للقارئ حينما يقرأ صورة الضحى أن يكبر عقبها كما فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين نزولها لأنها جاءت بالفرج وجاءت بالخير وجاءت بموعود الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام إذا تحدثنا في رحاب هذه الصورة فقول الله تعالى والضحى بدأ بهذا القسم أقسم بالضحى وهو من الأوقات المباركة المقسم بها في كتاب الله العزيز لأنه وقت مبارك في الصباح الباكر عند شروق الشمس كما أن صلاة الضحى هي من السنن المستحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان دوما يصلي ركعتي الضحى والضحى والليل إذا سجى هذا قسم تانم أقسم الله تعالى بإحدى حالات الليل وأطواره معنى سجى له معاني عديدة معنى أقبل وأظلم وسكن فاللحظة التي يكون فيها الهدوء والسقين بالليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بعد هذا القسم هذا المقسم به ربنا عز وجل يؤكد أن الوحي الإلهي إن قط عنك يا محمد ليس توديعا لك أبدا ما تركك ربك إعراضا عنك ما قلاك ما أبغضك ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من لولا ما معنى الآخرة فسرت الآخرة هنا بتفسيرين الأول أي أن أحوالك الآتية خير لك من الماضية أي أنك كل يوم تزداد يا محمد عزا إلى عز وتزداد منصبا إلى منصب فلا تظن أني قليتك بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع فإني أزيدك رفعة وسمو وسترى عز الإسلام وتمكين الله لدينه في الآفاق في القارب العاجل وللآخرة خير لك من الأولى هذا التفسير الأول لمعنى الآخرة وقد يكون المعنى الثاني أن الدار الآخرة خير لك من هذه الدار يعني تلك الدار بعد الموت والنشور التي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها روى الإمام ابن عباس رضي الله عنهما فقال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده فسر بذلك فأنزل الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى أي ما ينتظرك يا محمد وما ينتظر أمتك من الخيرات والفتوحات والكرمات والإمدادات خير لك من حياتكم الماضية وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال إذ تجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأتر ذلك في جنبه فحينما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آدنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ضل تحت شجرة ثم راح وتركها هذا زهد كبير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نغتر بهذه الدنيا ثم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه الآية فيها كرم من الله سبحانه وتعالى مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قيل بأن سيدنا موسى طلب الرضا وقال وعجلت إليك ربي لترضى أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرضاه الله تعالى من غير طلب وأخبره بأنه سيكون عطاؤه له كثير حتى يرضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يرتفع قدرك يا محمد على جميع الأنبياء وعن جميع الناس بالشفاعة العظمى يوم العرض الأكبر يوم القيامة وفي الحديث قال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك فأته جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما وقع له جدال مع أهل العراق فقال أهل العراق إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإننا نحن أهل البيت نقول بأن أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فحينما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار أيها الأحبة الكرام وبعد كل ما تقدم ذكره من هذه الحقائق والمعطيات ذكرها ربنا عز وجل ليزداد يقين النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد يقينا بوعده فهو ما تركه وما أخر عليه الوحي إلا ليشتاق ويكبر شوقه للقاء الله ثم ذكره ببعض الحقائق فقال في ختام الصورة ألم يجدك يتيما فآوى أي يا محمد تذكر لما جعلك الله تعالى يتيما الأبوين وأنت صغير فكفلك جدك عبد المطلب ثم مات فكفلك عمك أبو طالب ألم يحسم إليك ويتلطف إليك ربك يا محمد فقل لليتيم كالأب الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا أي وجدك يا محمد في مجتمع جاهلي لا يعرف الحق ولا الباطل فهداك الله تعالى إلى الخير رغم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب وعلمك من كل شيء وأرسل إليك أمين الوحي علمك حقائق الدين والدنيا والآخرة ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك فقيرا معدما فآتاك الله تعالى من الأموال وجاءك من الفتحات ومن الزكوات ومن الخيرات الكثيرة أغناك غنا مادي وأغناك غنا معنويا إيماني فأما اليتيمة فلا تقهر أي إياك يا محمد أن تحقر اليتيم أو تضلب اليتيم أو تستدل اليتيم إياك فأما اليتيمة فتقهر كل اليتيم كالأبي الرحيم وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه إن قلبي قاس أريده أن يصبح رحيما فقال صلى الله عليه وسلم إن أردت أن ينين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم ثم قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر أي كل من جاء يطلب مساعدة يطلب صدقه لا تنهره لا ترده وإن كان لابد أن ترده رده برحمة وليم لا بالنهر والشدة وأما بنعمة ربك فحدت أي أدع قومك وبلغ أمتك ما جاءك من النبوة من هذا النعيم وقد عدد الله النعم التي وهبها لعباده هي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصى فالمؤمن عليه أن يتحدث عن نعم الله عليه يحمد ربنا عز وجل على نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة الأولاد ونعمة الرزق ونعمة الكلام ونعمة الفؤاد نعم كثيرة فالإنسان ينبغي أن يحدث بنعمة الله كي يعبر عن شكرها وإظهار آثارها مرة يروى أن رجل كان غني أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب رتن فتعجب النبي الكريم من هذا الرجل الغني ويلبس لباسا بالية قال له يا هذا أعندك مال قال نعم قال ما من مال عندك قال آتاني الله تعالى من الإبل والغنم والخيل والرقيق والدننير قال فإذا أتك الله تعالى كل هذا فليرى عليك ليرى عليك آثر نعمة الله وكرامته عادة البخلاء يكتمون أموالهم لتقوم لهم الحجة في خفض أيديهم عن البدل فلا تجد البخلاء إلا شاكين من القل أما الكرماء فلا يزلون يظهرون بالبدل ما أتهم الله من فضله ويجهرون بالحمد بما أفاض الله عليهم من رزقه فجميل أن نتحدث بنعمة الله علينا نتحدث عن البدل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين وهذا معنى قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدد أيها الأحب الكرام لنستفد بعد الدروس والعبر من سورة الضحى هناك عدة مقاصد وعدة أسرار وحكم من هذه السورة هي دعوة إلى عدم الحزن والضيق على الإبتلاءات التي عادة تحدث للمؤمن لأنه في النهاية المؤمن سيرتاح وتكون عواقب أمره خيرا من بدايتها أيضا في معنى عظيم من هذه السورة بشارة للدعاة والعلماء والفقهاء بأن الله تعالى لن يبغضهم ولن يتركهم بل سيحيطهم بمعيته وعنايته وتأييده لأنه سبحانه لا يبغض من يحبه ويكابد المشاق من أجل نشر دعوة دينه أيضا في حكمة بليغة ويتذكير بنعم الله على الإنسان وكثرة أفضاله التي ربما قد يغفل عنها لاعتياده عليها أيضا في حكمة أخرى دعوة إلى الرأفة باليتيم وتلبية السائل وطالب المساعدة والتحدث بنعم الله علينا فحينما نستشعر بالبعد عن الله فعلينا أن نقرأ سورة الضحى وبإذن الله تعالى سوف نشعر بنفس الحب الذي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العزة وكما طمأنت آيات هذه السورة العظيمة قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنكن على يقين بأنه سينلنا نصيب من هذا الإطمئنان وقريبا جدا سيتحقق وعد الله ويأتي الخير العظيم ولسوف يعطيك ربك فترضى فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن الكريم شعارنا والسنة طريقنا يا الله يا الله يا من يسمع دبيب النمر على الصفا ويا من يحصي وقع الطير في الهوى ويا من يعلم ما في القلب والكلا ويعطي العبد على ما نوى اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تلبسنا لباس العافية حتى تهنئنا بالمعيشة ونسألك اللهم يا رب العالمين أن تعطينا من الدنيا ما تقينا بها فتنتها وتغنينا بها عن أهلها اللهم اشفنا بشفائك أنت المداوي وأنا العليل أنت ثقتنا ورجاؤنا يا رحمن يا رحيم اجعل حسننا ضنك بك كثيرا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المدطرين أن ترحمنا برحمتك وتفتح لنا أبواب عطائك فلا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا هادية لمن أضللت ولا باسط لما قبط ولا مؤخرة لما قدمت ولا مقدم لما أخرت سبحانك سبحانك ما أعظم شانك إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة